هذه الهضرة التي لم تلقى علاقة ما بينك و ما بين الفتيات لأن علاقتك ما بينك و ما بين الفتيات فيها جوج ديال المراحل المرحلة الأولى هي قصر الجليد هذه المرحلة ديالة قصر الجليد خاصة كتكون فيها تافية تكون إنسان تافة في مرحلة قصر الجليد عاسمعني مزيان ومتتقلقش خاصك تكون إنسان تافيه باش تكسر الجاليد ماشي أنت السيدة شافت فيك شفتي فيها قلتي ليها أتبدأ عليها بنيتش وتبدأ عليها بالمغالطة المنطقية وتبدأ هاديرا غا تحرب منك تقول ناري هاد لعبيل هادة مال خاصك تكون تافيه وسطحي غير باش تكسر الجاليد في البداية كسر الجاليد خاصك تكون إنسان تافيه يعني خفيف خفيف الضيل خفيف الضيل دكشي خفيف ضرعيف خفيف هدي باش تجبد مع هالحوار باش تقدر توصل لمرحالة دي لأنكم غا تبدأوا تهضره ولكن مين تبدأوا تهضره هنا ما خاصكش تكون تافيه وما خاصكش تكون تتهضر غير على الحويج اللي ستضحك ولا ضرورية ولا مهمة ونقدرون دخلوها تشيف مهمة ماشي مشكلة لأن الهدف هو المهم لبنت خاصة تعرف عليك تعرف عليك انت انتش كون تايا حيث هي من تكون قلسة معك وتتسمع ليك ما بغاش تسمع البطولة الوهمية ما بغاش تسمع الهدرات ديال دكتزويق ودكشي لأنه ملات من دكشي قنطات طلع عليها في المكررين مفرين مقبلين مدبرين معنك جولمونيس خريحة تتوصلوا منها عيات هي من دكشي عيات هي بغا بغا شي حاجة تقيلة ماشي الملاوي ديالك بغا شي حاجة تقيلة بغا شي حاجة تعرفك انتش كون هو تحسسها بأنك مهتم أنها تكون في حياتك مهتم أنها تكون جزء من حياتك تعرف القيم ديالك تعرف الأخلاق ديالك تعرف كيفاش انتتتتتعامل مع دي السيتياتيون عاود لها على تجارب ديالك ماشي تعاود لها على تجارب ديالك المحتار نمت بذلك تعرف الأخلاق م comprend تعرفها تطعب Grass ها تحتاج الصحي ها تحسسها به كته قد تقوله وهي شفافية وكل أريحية وهي غادي تمشي معاكم زيان الشبا غا تسمعوها فهذا ما كان صديقي